السلام عليكم شباب ورجعت لكم بحلقة جديدة وأخيراً نزل التسريبة التسريبة مثل ما مثل ما أنت شاهفين يا شباب التسريبة غريبة شوي صغيرة ما كانها من دفوك بهم يا شباب التسريبة في شي غريب بس من دفوك بهم هذي يا شباب أحس السيناريا لأن المفروض ما يكون كده الجيماني صارخة يا شباب خلاص والله مساكة من أدونا مساكة من أدونا قال تعال تتأدب فعنه أسكنه من أدونا يا شباب لأسترو فيش غريب يا شباب فيش غريب في التسريبة هذي ما فيش مضوي لا لأسترو هنا مضوي ولا حاجة بس من دفوك بهم يا شباب رسمياً هالا التسريبة من دفوك بهم بس واضح أنه بعده ما يكمل العمل يا شباب بعدها ما يحط التأثيرات ومثل ما أنتم لاحظين يا شباب الخطوط هذي البيضة اللي كل عادة إحنا نشوفها لما ينزل دفوك بهم تسريبات بس والله التسريب الضحك تسريب الضحك يا شباب انا ما احس انه في احد بيموت منهم يا شباب في دي الحلقة ما احس انه في احد بيموت بصير شي مستحيل يموت الجيمان في دي الحلقة مستحيل يا شباب ان الجيمان يموت في دي الحلقة اتوقع يا شباب النظرية تقول ان الجيمان على وشك انه يقضى عليه الاسترو بس مثل ما قلت لكم كلامي من قبل انه بصير فيه تدخل فيه ناس بيشتتوا الاسترو بصير فيه شي يخلي الاسترو يوقف وإن الجيمان ما يموت الله أعلم الفكرة يا شباب إن الحلقة هذه اللي راح تنزل إن شاء الله ما أحد بيموت أنا أقول لكم ما أحد بيموت لا الآسر ولا الجيمان الحلقة بتكون مرة مهمة وأسطورية وأحسن مضحكة شوفه وجه الجيمان لماذا الجيمان صار عيونها زرقا كأنها صار غريبة لو أبغاد اسمع صارخة الجيمان مع أني أنا في هذه الحلقة أشجع الجيمان يا شباب بما أنه هي مواجهة خلاص لازم تشجع واحد منهم فأنا شجعت الجيمان يا شباب بناء على الحلقة ذي اللي شاهدتوها الفان ميد شجعنا الجيمان ما فيش يمبين هنا فيش غريب ما فيش حتى هنا هنا ما فيش يا شباب بس الأسترو ماسك الجيمان يمكن صحيح ما قدر عليه الجيمان يا شباب من المحتمل أن الجيمان ما قدر على الأسترو لأن الأسترو يا شباب في حاجة أنتوا لازم تعرفوها الأسترو ولا مرة شفنا بدأ هو يهاجم ما قاعد يهاجم الأسترو هذا بس يرد الضربات يا شباب فأتوقع يا شباب أن الأسترو نقطة ضعفة أن أنت لا تهاجمه لا تهاجمه طالع فيه بس هو بس يتكلم يا شباب الأسترو يستفزك بكلامه بعدين أنت تهاجمه بعدين يأخذ الضربة ويرميها عليك مثل ما شفته عند من هو التايتن تيفي مان تايتن تيفي مان طلق عليه أخذ الطلقة وردها عليه فأتوقع الطريقة عشان يتم القضاء على الأسترو هي كده يعني أحد السبل أحد الطرق أكيد فيه أكثر من الطريقة بس هاري أحد الطرق أنك لا تهاجمه وما أندروا إش نسوي إياه يعني غريب الصراحة لأسترو فكرة أحلى ولكن كل ما أنت تركت عليه هو يأخذ الطريقة ويرميها عليك لأنه مغناطيسي وكل شيء يمتص مغناطيسيا فنفس الشي لما الجيمان شكله يعني خلينا نقول الحلقة اللي راح نشاهدها هو بيطلق عليه ونفس الشي كالعادة بيرد على الطلقات أو بيناور تعرفوا كيف الأسترو سريع هذا مرة يا شباب يتنقل بسرعة يمين يا سار يناور خفيف مو زي الجيمان ثقيل بما أن التسريبة الآن نزلت يا شباب المفروض المفروض أنا أقول الجمعة نتمنى يوم الجمعة ينزلها يعني بكرة اليوم الخميس بكرة الجمعة إن شاء الله كتب لي تحت في التعليقات بصراحة بس مثل ما قلت لكم يا شباب في اللحظات الأخيرة بصير شي بيخلي الأسترو يوقف ما بموت الجيمان أنا أقول لكم ولان ننسى موضوع طبعا الكنتينرات اللي قاعدين ينقلوها يمكن في اللحظات الأخيرة يتم فتح الكنتينرات هذه ونشوف إيش داخلها بالضبط طبعا إحنا قلنا لكم وش المفروض يكون داخلها السلاح السلاح للجيمان اللي بخليه يتطور والسلاح يمكن هذا يعني خليه نقول يتعلق بالأسترو أكد الآن أنكم فعجر السلاح ودعس لك في هذا المقطع عشان أول ما تنزل الحلقة نسوى عليها ريأكشن